أهليني الآن اليوم إحنا لسبوع اللي فات ما عملنا لايف وكان السبب أنه كنا في دورة عملنا شانس ليفتنج فنعتذر عن عدم الظهور لايف سبوع اللي فات سبوع هذا أولا كل عام وأنتم بخير اقترب شهر رمضان فعشانه كان موضوع اليوم عشان نحكي عن شو أهم الأشياء اللي لازم نعملها قبل لندخل في شهر رمضان عشان حافظ عن صحة الفم والأسنان في رمضان شو أكتر إيش ممكن نضر بأسناننا وصحة فمنا وأسناننا في رمضان ألا وهو الجفاف تمام فامين كلنا ما حنشرب مية ما حن طول النهار هنظل من الصبح يعني الفجر بعد الفجر إلى المغرب ما حدا حيشرب مية ولا يأكل فهذا الإشي بسبب جفاف الآن أهم إشي لازم نعمله حقيقة قبل ما يدخل شهر رمضان نروح خلال الأسبوع المتبقي هذا اللي الآن إن شاء الله أسبوع أو عشر تيام ونستقبل شهر رمضان بلنا نروح على أي طبيب أسنان جمنا أي طبيب الأسنان تبعنا اللي بدائما نراجع عنده لازم نروح نشيك على أسناننا أول إشي لازم نعمل تنظيف تنظيف للأسنان واللثة لازم نزيل الكالكولاث أو الجير لأنه الجير أصلا بعمل حموضية في الفم ووجوده يعني ساعة زمن ما تشرب مية وفي عندك جير تبدأ الفم يصير حامضي ورايحة الفم بتطلع والبكتيريا بتاخد راحتها يعني أي جفاف بسيط خلال اليوم مع وجود الجير بزيد الآن لما أنا أروح أركز أنه أنا قبل شهر رمضان وأنا عارف متوقع أنه هيسير جفاف طول اليوم عندي فبروح بنظفه بنظف الفم بشير الجير بشوف سناني إذا فيهم أي إشي بهاي الحالة أنا بكون سهل أول سبب لرايحة الفم أول سبب لالتهابات اللثة أول سبب لمشاكل الفم والأسنان طبعا تنظيف مهم جدا قبل رمضان عشان أخش شهر رمضان بأسنان نظيفة والمخاطر تكون أقل سؤال من محمد السقب بيحكي مفروض نروح للدكتور كل قديش كل شتة شهور مرة وبيسأل كمان بنفع أزرع مكان درس العقل لا ما في داعي لأنه أصلا هو غير مستعمل يعني ما بدخل في الوظيفة اللي بنسميه فانشنال في الوظيفة المضغية يعني ما في داعي إله يعني تمام الآن عادة كل شتة شهور لما بزور طبيب الأسنان ولكن لما أكون متوقع أنا أصلا أنه أنا حيصير عندي جفاف في الفم لطول اليوم أوكي في هذه الحالة أنا لازم أكون حريص لأنه جفاف الفم بحد ذاته أحد المشاكل يعني المشاكل العويسة في ناس عندهم جفاف دائم بالفم بسبب أدوية بيأخذوها بسبب أمراض بعيد الشر عنكو فبطروا يأخذوا أدوية معينة تسبب جفاف الفم أنتو لا تفهم أن جفاف الفم إذا كان في مريض يعاني أو شخص يعاني من جفاف الفم لابد معالجته قبل ما نعمله زراعة أسنان سؤال من فاطي بتسأل طيب عندي أسنان حساسة أخاف أسوي تنظيف الضايق يعني بس تسوي تنظيف تدائق آه أوكي أوكي هسا أنت عندك أسنان حساسة من نعمل من نعالج الحساسية يعرف أنه الآن في رمضان وجفاف الفم بتزيد الحساسية سواء نظفتي ولا ما نظفتي الآن لازم تروح تنظفي تمام وفي إجراءات بتسير عشان تلغي الحساسية هاي سواء إما بتطبيق مواد معينة في عنا مواد بنسميه البوند للأسنان الحساسة بنحطه بنطبقه على الأسنان وباللايت كيور أو بالضوء بينشف هذا بيحمي أو بيلغي الحساسية لفترة معينة ثاني إيشي لازم ناخده نتأكد أنه فيتاميناتنا سليمة منها الدال وسي دائما أنا بحكي عنها هاي الفيتامينات لأن دال مسؤول عن سماكة العظام جوه الأسنان أو الكالسيوم جوه الأسنان سي مسؤول عن سلامة اللثة فإذا اللثتي سليمة وأسناني قوية تبدأ تخف الحساسية حسية الأسنان أسبابها سيستاميك يعني جسد من جوه ناقص فيتامينات ومعادن وليس أسبابه إنه هو بس هان بالفم معظم مشاكل الأسنان هيك تمام؟ فالآه هناك سؤال من محمد السقة مرة تانية بيحكي أحسن نوع حشوة إيش؟ وهو أحسن نوع حشوة يعني هو حشوات البيضاء أو بنسميها الحشوات الضوئية الحشوات الضوئية هي أفضل من حشوات المعدن لأسباب كثيرة من أن الحشوات المعدن القديمة جداً كون نستعملها منعت الآن في بعض الدول لأنه فيه إلى مخاطر على باقي الجسد الحشوات البيضاء مشكلة أنه عمرها فقط خمس سنوات أكثر من خمس سنوات لا ما بتضل أكثر من خمس سنوات والمفروض أن يتشيك عليها بشكل مستمر عشان يشوف إذا الحواف فتحت تبعتها لازم أتم أعملها مرتان فافي بتقول لك شكراً دكتور أهلاً يا فافي روح نتفس نانك يا فافي ضروري جداً واستبقي مواد عدم الحساسية وتأكد من سلام فيتاميناتك ويدخل إشاء رمضان بصحة وعافية بإذن الله أحمد ترجم بحكي دكتور كيف أتجنب رائحة الفم في رمضان تمام ماذا هو أول إشي بتروح تنظف أسنانك تاني إشي دائماً إحنا بنأكد بنأكد على إنه تفريش الأسنان دائماً يكون بعد الأكل صح؟ أوكي الآن إذن أنا بفرش أسناني بعد الفطور وبعد السحور بفرش أسناني منيح بننظفها من بقايا الأطعمة بتأكد من خلو فمي من أي أكل ضايل وببدأ أستقبل الصيام بفم نظيف جداً ما بسمح للبكتيريا إنها تشتغل عليه يعني ما حتلاقي إشي تشتغل عليه فبهاي الحالة بيكون الرائحة تكون أقل كتير بالفم تاني إشي إنه أنا يعني طول اليوم أحاول إنه يتمضمض يعني أتمضمض بسيطة اللي أخلي تمي دائماً الرطب فما يكونش فيه جفاف كتير في سؤال من محمد السقق بيحكي أنا بنسى أغسل الأسناني بيغسلها كل يومين أو ثلاث في مشكلة؟ أه طبعاً أكيد شوف تقسير الأسنان اللي المقصود فيه تفريش الأسنان لا بده يكون بعد الأكل بعد الأكل بنص ساعة طبعاً يعني ماكسما بنص ساعة الآن هي زي صحن الأكل يعني تحط فيه أكل ما بتقدر ترجع تستعمله إلا لما تغسله وترجع تستعمله مرتانا توسخ يعني فيه ناس طبعاً بيقولوا لا التفريش ما بيصير بعد الأكل إلا هو بعد الأكل لأنه أنت بتوسخ أسنانك وبيصير فيه بقايا أطعن ما بين الأسنان وخاصة في التجويف معينة في هذه الحالة لازم تنظفها بتنظف أسنانك مباشرة بعد كل وجبة يجينا أسئلة كثيرة أنه يا دكتور كم مرة لازم أنتضف أسناني؟ كم مرة لازم أفرش أسناني؟ القضية كالتالي كم مرة بتاكل عددها بدك تفرش أسنانك؟ بعد كل وجبة بدك تفرش أسنانك؟ إن شاء الله بتاكل مئة مرة بدك تفرشي مئة مرة في سؤال من ندعى 16 هل نبات الشيح مفيد للمضمضة؟ حسا كل النباتات سواء الشيح سواء اللي هي السائلة بنسميها المواد السائلة وليست الزيتية أوكي؟ السائلة يعني مغل الشيح مغل الميرامية مغل الزعتر كلها فيها مواد بنسميها معاقمة معاقمة وتعطي روائح جيدة يعني فكلها أوكي سليمة يعني ما في ضرر منها أحمد ترجم بيسأل دكتور ممكن بديل هكستول مضمضة ولك كل الشكر؟ بديل؟ هكستول للمضمضة إذا قصدك كلوروهكسادين ما بيصير تتممض فيه إلا في حالة واحدة اللي هي أن تكون عامل عملية جراحية بالفم أما بالنسبة للمواد الثانية اللي هي معبية السوق كلها أدوة المضمضة اللي بيسألكوهوليك هاي كلها كلام فاضي ما على أي قيمة يعني ما بتشتغل ساعة زمن وبترجع البكيري أقوى من أول أفضل بديل لدول مضمضة بصراحة اللي هو الهيدروجين بروكسايد أو ماء الأكسجين بتروح بتجيب ماء الأكسجين بيكون إما 3% تركيزه أو 6% إنت ما بتستعمل الـ 6% أو الـ 3% ركزوا معايا بليد عشان ما أعطيكم معلومات خاطئة بتجيب الكلوروهكسادين بتجيب الهيدروجين بروكسايد قديش يغياره؟ 6% بتجيب غطة من الهيدروجين بروكسايد وخمس أغطية من إيش؟ من مية فبيصير 1% يعني بتخفف الهيدروجين بروكسايد إلى 1% بعدين بتستعمله كدوى مضمضة لابد أنك تخفف الهيدروجين بروكسايد إلى 1% وبعدين تستعمله كدوى مضمضة فعلا فعال فعلا أسامل وفعلا بيخفف شكل كبير من تراكم الجيل لأنه أصلا هاي أكسجين فالأكسجين يقتل البكتيريا اللاهوائية ما بيسمح لأنه تتراكم على الأسنان وبين الأسنان واللثة هذا أحسن دوى مضمضة ممكن تتخيله على وجه البسيطة يعني اللي هو الهيدروجين بروكسايد مخفف إلى 1% في سؤال من يوزر NMDH ما هي المدة المناسبة بعد الأكل لتفريش الأسنان؟ نص ساعة نص ساعة هي الفترة المناسبة يتفرش في أسنان جيهو 233 تسأل صباح الخير دكتور صباح النور أهلين الشباب كلهم مخصوص إزالة المادة اللي لونها أبيض اللي يكون باين في السن الأمامي هل له حل؟ اللون الأبيض اللون الأبيض أحيانا بيكون زيادة كالسيو منطقة معينة إلا حل حقيقي يعني هو الحل أنه إذا كانت مزعجاكي فالحل أنه تنشال القطعة البيضة وهذا ما بننصح فيه أبدا أو البقعة البيضة وتحطي لها حشو هذا ما بننصح فيه لأنه البيض أصلا قوة في الأسنان في زيادة كالسيو في نقاط معينة ومش ما بيكون شكله بشع يعني دائما شكله حلو تمام يا شباب الآن نرجع لرمضان وكل عام أنتم ألف خير إن شاء الله أهم شي بنا نحضر من الجفاف بنندير باننا إنه إذا أنا عندي كالكولس لازم أنطفه لازم أروح أراجع طبيب الأسنان معي أنه عشرة أيام الآن لازم تحطوا معينة عند دكتور الأسنان دكتوركو دكتور العيلة لابد إنكم تروحوا تحفحصوا أسنان كل آن الآن في رمضان إذا كان في عندي بداية سوس صغير نقطة صغيرة اعرف إنه مع جفاف الفم هاي المعدلات يعني زي هيك نقطة صغيرة زي هيك شايفين؟ هاي نقطة صغيرة من فوق بنشوفها شايفين كيف؟ الآن هاي النقطة بتاخد سنين تتدخل على الميناء اعرف إنه في رمضان مع الجفاف ونقص اللعاب بالفم لأنه اللعاب أحد قطوط دفاع الفم بتزيد احتمالية إنه يزيدها تتسود أكثر من عشر أضعاف الجفاف يزيد مشاكل الفم أكثر من عشر أضعاف فإنت ما بدك إنه هاي اللي كانت يا دوب نقطة صغيرة في شهر رمضان يصير تسوص ترى أكثر ما بيجينا في شهر رمضان يعني أكثر إشي شغلتين واحد شغلتين بمعنى مشكلتين الناس بيجونا إما تسوص واصل العصب وإما كياس خراج بسبب الفم سواء بالبوكت بوكت اللثة بالهبل بيجينا في رمضان ليش؟ لأنه الجفاف بيزيد عملية البكتيريا الجفاف بخلي البكتيريا تشتغل أكثر بخليها حرة ما في حدا يشيلها من مطرحها فعشان هيك بتزيد هاي المعدلات فإنت إيش بدك تسوي؟ قبل ما يدخل رمضان أصلا بتروح بتعالج هذا البوكت أصلا بتروح بتعالج التسوس البسيط قبل ما يدخل رمضان فهيك إنت الجفاف بيسير ولكن مشاكله بتكون أقل كثير لأنه ما فيه إشي تشتغل عليه البكتيريا أكمل؟ ولا فيه سؤال؟ لا أكمل تمام شغلة تانية الآن يا شبابي اللي ركبتوا فينير لبرمضان اعرفوا أنه إنتوا في رمضان هيصير عندك زيادة في رائحة الفم مشاكل هتكون أكبر أي واحد ركب فينير بده يروح يتأكد من سلامة هذا الفينير ومن سلامة حوافه بده يروح يتأكد من خلو مناطق معينة من الكالكولاس والجير لأنه سدقوني اللي ركب فينير في رمضان مع الصيام بتير ريحة الفم مش طبيعية يعني غير طعمه طبعا سير الواحد يحس الحموضة بالفم يحس كمه حامض زي اللي ميك اللمون ومش ميك اللمون هاي الحموضية ناجعة من البكتيريا والسموم اللي بتفرزها البكتيريا فلازم تروحوا تتأكدوا إنه نظيف وشليم ودكتور حيستعملكوا اللي هو البخاخ خادة بين الفينير وبين اللثة اللي هو تراب بنسميه هو مش تراب يعني هو صودا ببودر عشان ننظف بين الأسنان والفينير وهاي لاسي بتعملوها قبل يدخل شهر رمضان ودول الكبرش وصيام إن شاء الله والله يتقبل صيامك وقيامك نعم بس ثاني بتحكي لك يا تكلف عافية دكتور الله عافيك يا رب وفي مونة رسلت أكثر من قفت شكرا نيمونك الله خليلي ياكم اسلم كمان رنكمل الآن نيجي للموضوح المهم موسيقى